السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباه العزاء حباه كله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اخواني واخواتي الكرام ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة مع موضوع جديد من موضوعاتنا في اسرار وفوايد النباتات الطبيعية والاعشاب النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص يعني فئة كبيرة جدا من العالم الناس هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الناس المدخنين فموضوعنا النهاردة ازاي تبطل تدخين بسهولة بدون ادوية هل انا ممكن اللي المدخن اللي هو يبتعد عن التدخين بسهولة وبدون ادوية فيه ثلاث حاجات ممكن تخليك تبطل التدخين لو فيه ثلاث حاجات ممكن تخليك تبطل التدخين يعني انا ممكن ابطل التدخين لو انا مدخن اه بالعزيمة بتاعتك والاسرار الوحيد اللي بطل التدخين هو اللي جاله جلطة في القلب عشان بس نكونوا معرفين وجات له ازمة ودخل مستشفى وركب دعامات ده اللي هو يعني ما امتنش عن التدخين واقعد فترة كبيرة سنين كتيرة عشرين تلاتين اربعين سنة يدخن اول حاجة عشان تدخن في تلات حاجات قلنا اول بحاجة يا ريت اللي انت تخاف من اللي هيحصل لك من التدخين احنا بنقول اه يعني التدخين اصاره بتيجي مترقمة مع بعضها اه اللي ما بيدخنش ممكن بيجيله جلطات اه في القلب بيجيله جلطات اه في الجسم اه بيدخل المستشفى باستمرار بيروح اه الصدر بيتعالج من الصد اه تاني حاجة يا ريت اللي انت تبص على جسمك بعد الاقلاع من التدخين لما تقلع من التدخين وتقعد فترة كده هو اه صعب عليك بتلاقي بعد كده الشرايين بتاحتك نظفة الدهوم بتاحتك قلت اه هتتحسن قوي اه ويعني هتلاقي فرق كبير بين وجودك في التدخين وبعد التدخين تالت حاجة بلاش تبطل التدخين مرة واحدة يا ريت لو انت مدخن بقول لك ما تبطلش مرة واحدة عشان ما تتعبشي تعبش دين يا ريت اللي بيشرب علبتين السجاير يشرب علب السجاير يا ريت اللي بيشرب علبة يشرب خمستشار سجارة اللي بيشرب خمستشار يشرب عشرة وتدرجيا لحد ما تحس اللي انت في راحة جسدية بالنسبالك والاهم من ده كله ومن الاسباب ده هي عزمتك ان دي حاجة ما لهاش اي فايدة ودي حاجة بتزعل ربنا منك وطبعا بقى بعد الكلام ده كله اللي ما بيمتنعش عن التدخين لا يلومن الا نفسه ما بيلومش غير نفسه عند حدوث الجلطات لقدر الله وتعب في القلب وانا بقولك الكلام ده كله لاني خايف عليك بطل التدخين حافظ على صلاة الفجر صدرك ده هينضف خالص قلل من الدهون امشي كتير هتنقذ نفسك وتنقذ غيرك يا ريت يا جماعة اهتموا الموضوع الموضوع مش سهل الموضوع مش بسيط والناس اللي تقولك احنا مش بنشرب سجاير احنا بنشرب معسل اه وجدوا العلماء ان حجر المعسل يساوي خمسة وعشرين سجارة فكلها حاجات مؤزية للجسف كان معكم ابو زياد من قناة شاهد وفهم تعلم مع ابو زياد اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته